وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمي وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 649 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 175 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 52 طن أما في مجال الحجب والبيع بأسيادة من السلع الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 110 وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 437 قضية من بينها 126 قضية خبز ناقص للوزن و104 قضايا لخبز غير مطابق للمؤصفات اشتركوا في القناة